السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهار ده عندنا برنامج اسمه البرنامج ده بيقوم بعرض المشكلة وعرض الاحتمالات بتاعتها وعرض الاسباب بتاعتها والنتاج بتاعتها. طيب البرنامج ده الموقع بتاعه. بتدخل تقول له انعايز اعمل اه داونلودز وبعد كده بتلاقي البرنامج بساطة معك بشكل دوت. فبقول له انعايز ملف جديد. طيب انا عايز اقول ايه المشكلة بتاعتي? هدوس هنا مرتين وابدأ اكتب المشكلة. ولكن مثلا المشكلة اه اختيارات مثلا او تأخر اه اه في مشكلة مثلا في السابرات شين وعايزين نبدأ نشوف الاسباب المشكلة ايه? ممكن تكون في اسباب مختلفة فاقول له مثلا انا عندي سبب مشكلة مثلا اه اكس اي مشكلة يعني على سبيل المسال. تمام وعندي مشكلة وعندي في مشكلة تانية مثلا وهكزا والمشكلة دي طيب اسباب المشكلة اللي رقم 3 دي ايه? او رح كتاب له سبب اسباب المشكلة. وقول له ده بكل دوت مجرد ان انا بيدوس واسحب. بالشكل دوت فعرفت مسلا ان انا عندي هنا مشكلة مسؤول عنها النقطتين دول النقطتين دول مسؤول كل نقطة فيهم سببها واحد او اتنين او تلاتة. فبالترات دي بقدر اشرح المشكلة للناس. بقدر اتنين البيوات ممكن اعمل كزا السيناريو بينهم. ممكن اغير الشكل. اقول له مسلا لا ده انا عايز كونسبت ستايل بروبارتس. يغير شكله. نقول له مسلا ان اعايز ستايل جديد او عايز اغير الفونت او عايز اغير البوردر زي ما اعايز. فهي ادام مساعدة في ان الواحد يفكر مع مع الاشخاص الاخرين في اسباب المشكلة والنتاجها. وممكن يكون فيه عندي مشكلة يعني شايفها كبيرة والاسباب بتاعت صغيرة لو حلات الاسباب المشكلة لنفسها تختي فيه.